اشتركوا في القناة أما بعد فقد وصلنا إلى الحديث الثالث من هذه الأربعين وهو عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما قال سبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه هذا الحديث من جوابع الكريم التي جمع فيها الله جل جلاله المعاني الكثيرة لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وخصه بها فلذلك بيَّن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وما بناه الله عليه فقال بني الإسلام أي بنى الله الإسلام وحذف الفاعل هنا لأنه معرفة معروف وهو الله جل جلاله فهو الذي شرع هذا الدين وهو الذي بناه والبناء في الأصل يطلق على الأمر الحسي كبناء المسجد وبناء الجدار وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بناءً لأن بعضه مرتب على بعض فمن ظن أنه تمكن تجزئته أو أن يأخذ جانباً منه ويترك جانباً فإن ذلك التصور غير صحيح فالإسلام لا يقفل التجزئة ولهذا قال الله تعالى ردًا على اليهود أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزيٌ في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافلٍ عما تعملون ولذلك لا يقبل هذا الدين التجزئة ولا أن يأخذ الإنسان بجانبٍ منه ويرد على الله جانباً بل كله لا بد من الاستسلام له والانقياد وقد شرط الله ذلك في الإيمان فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً والبنيان متكاملٌ بعضه يقوي بعضاً فلذلك لا يمكن أن يسكن إنسانٌ في بيتٍ قد هدم جانبٌ من جوانبه أو ركنٌ من أركانه لا يرضى ذلك لنفسه فلهذا لا يكمل هذا البناء إلا باستكمال أركانه والركن جانب الشيء القوي فلهذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بني الإسلام والبناء هنا مقتضٍ لخمسة أمور الأمر الأول منها تكامل جوانبه وأن بعضها يتمم بعضاً فلا تصح الصلاة وحدها لمن لا يؤدي الزكاة ولا تصح الزكاة لمن لا يصلي يقيم الصلاة ولا يصح الحج من من لا يصوم رمضان ولا تصح الزكاة من من لا يحج البيت وهكذا إذا قدر على ذلك فهذه الأركان متكاملةٌ فيما بينها يدعو بعضها إلى بعضٍ ويقوي بعضها بعضاً ومن أراد أن يأخذ واحداً منها لا يستقيم له ذلك إلا من عجز فمن كان عاجزاً عن الحج مثلاً أو عاجز أو لم تجب عليه الزكاة في المال أو كان عاجزاً عن الصوم فإنه لا يكله إلا ما يطيقك من قطع عضو من أعضاء وضوئه فإن وضوءه كاملٌ بالأعضاء الأخرى من قطعت يده مثلاً يغسل اليد الأخرى ويغسل بقية الأعضاء ويسقط عنه غسل تلك اليد لأن موجب الغسل قد زال فكذلك هنا لا يقال إن الحكم مسوخ ولا يقال هو رخصة في حقه لأن النسخ يقتضي العموم فالنسخ لا يكون في حق الأفراد إذا نسخ حكم تعلق ذلك بجميع المكلفين كما إذا أقر والرخصة لا تطلق إلا عند وجود سبب الحكم الأصلي فما إذا ذهب سبب الحكم الأصلي فلا رخصة حينئذ كمن قطعت يده فلا يقال هو صاحب رخصة رخص له بعدم غسل يده لأن الرخصة شرطها أو تعريفها الحكم الشرعي المتغير إلى سهولة لعذر مع بقاء سبب الحكم الأصلي فإذا ذهب سبب الحكم الأصلي فلا يعتبر ذلك رخصة بل يعتبر عزيمة الأمر الثاني بعد الترابط أن هذا الدين كامل ونظام شامل لشؤون الحياة فهو يحيط بالإنسان من كل جانب يحفظه الله به كالبنيان الذي يسكن فيه لسان فيدرع عنه الحر والبرد واللصوص ويحفظ فيه متاعه وماله فكذلك من أكمل هذه الأركان الخمسة فقد دخل في كنف الله وحفظه ورعايته ولذلك حرم التعدي عليه لقول النبي قبل الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فالكفار إذا تابوا من الكهر ولا يكون ذلك إلا بالشهادتين شهادت أن لا إله إلا الله وأنه وحمد رسول الله وهذا الركن الأول وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم يترتبوا على ذلك الركنان الباقيان فإخوانكم في الدين فلهم حق المسلم كاملا فإذا هذا الجانب الثاني من كون الإسلام بنيانا الجانب الثالث أن قيم الإسلام بعضها مبني على بعض فالقوالين والوضعية التي يضعها البشر لأنفسهم لتنظيم شؤونهم يكون فيها الخلل من جهة الجهل بالمستقبل وما تقول إليه الأمور ويكون فيها الخلل من جهة عدم الترابط فلذلك إذا أراد ملك من ملوك الدنيا أن يحرم الربا ورتب عليه عقوبة كبيرة قال من رابى تقطع ذناه مثلا فإن الناس لن يتركوا الربا لأن ذلك مبني لم يحرمه الله حتى بناه على قيم من أخلاقية فما لم ترسخ هذه القيم الخلقية لا يمكن أن ترسخ القيم الاقتصادية فالقيم الاقتصادية بناها الله في الشرع على القيم الخلقية فلم يحرم الله الربا حتى حرم أكل مال الناس بالباطل وحتى حرم الغشة وحرم الغرورة وحرم الكذبة وحرم الإسرافة وحرم التبذير وزهد في الدنيا فإذا تحققت هذه القيم الخلقية حينئذن إذا حرم الربا فسيهد الإنسان نفسه منقادة إليه لأنه أصلا غير طامع في الدنيا ولا راعب فيها ويعلم أن رزقه منها محصور وميسور وأنه قد كتب وربعت عنه الأقلام وجفت به الصحف وسيناله ويعلم كذلك أن الوصول إلى الرزق بما يخالف الشرع مدعاة لحصول الفتنة والارتداد عن الإسلام عائداً بالله فلذلك ينقاد المؤمن إذا حقق القيم الخلقية للقيم الاقتصادية والذين تجدونهم يهلعون في الدنيا أو يطمعون فيها أو يتناولونها بغير حقها يكلون الربا أو يسرقون أو يأخذون الرشاوى أو يغلون من المال العام أو يأخذون المال من غير وجهه الشرع فذلك دليل على أن خللاً حصل لديهم في الجانب الخلقي على أن القيم الأخلاقية الإسلامية لم تترسخ لديهم بعد فلو ترسخت القيم الأخلاقية لبني عليها بالضرورة القيم الاقتصادية فالله ربط الاقتصاد بالخلق وجعله مرتبطاً بشرف الإنسان وذمته فلذلك من القيم الاقتصادية خمس قيم ذكرها الله في قصة قارون أن أهل العلم قالوها له وهذه القيم من المهم جداً تجسيدها لأن ما حدث الله به وارتضاه فهو مشروعاً فإنه قال إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفريح وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحصل الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المسلمين فهذه خمس قيم اقتصادية إذا حققها الإنسان فإنه سيطلب الرزق بالإجمال والإجمال في الطلب معناه أن لا يكون الإنسان ذليلاً وأن لا يكون حقيراً وأن لا يكون ممتهناً وأن لا يذل نفسه في طلب الرزق لأنه يعلم أن هذه الأرزاق مكتوبة وبذلك يمكن أن يصل إلى مبتغاه منها وإلى مرجوه دون أن يذل نفسه أو أن يهلع أو أن يطمع فلذلك قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفريح فهذه قيمة كبرى من قيم الإنسان تقتضي منه أن لا يطغى إذا نال شيئاً من الدنيا فالمقصود بالفرح هنا الفرح الذي يقتضي طغياناً والله يقول إن الإنسان ليطغى أرآه استغناء فالإنسان لا يستغني أبداً فهو فقير والإنسان نفسيه الفقر صفته النفسية الفقر فهو لا يستغني أبداً لكن قد يرى نفسه استغناء ولهذا قال إن الإنسان لا يطغى أرآه معناه لأجل أن رآ نفسه استغناء وهذا مذن أنه لا يستغني أبداً فلم يقل إن الإنسان لا يطغى إذا استغناء فهذا غير ممكن لا يستغني لكن أرآه استغناء إذا رآ نفسه استغناء فذلك موجب لطغيانه فإذا قالوا لا تفرح إن الله لا يحب الفريح فالذي يفرح ويمرح لا بد أن يطغى وحينئذ سينسى الدار الآخرة كما حصل لصاحب الجنتين إنه قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً فوصل به الطغيان إلى إنكار قيام الساعة فوصل إلى الكفر عائداً بالله لا تفرح إن الله لا يحب الفريح وهذا غاية في الزجر فما لا يحبه الله لا خير فيه ومن لا يحبه الله لا يمكن أن ينال خيراً أبداً من يكرهه الله لا يرجى له خير لأن الخير كله من الله ولذلك قالوا إن الله لا يحب الفريح القيمة الثانية وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة أن يعلم الإنسان وهو يجمع المال ويبحث عن الرزق في الدنيا أن الدنيا مضية الآخرة وأن الهدف منها أن توصله إلى السلامة أن يصل بها إلى الجنة فليس الإنسان باقياً فيها ولا مخلداً ولذلك لا بد أن يتخذها معبراً فقط إلى الدار الآخرة فمن لم يتخذ الدنيا معبراً للدار الآخرة يطمئنت نفسه بالدنيا فكانت أكبر أهمه ومبلغ علمه وحينئذ وعد خاسراً لأن الدنيا ضرة الآخرة فلهذا لا بد أن يحقق الإنسان الساعي لطلب الرزق من الحلال أن يحقق هذه القيمة المهمة وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة وفيما آتاك الله تعبير قرآن من دقيق لم يقلوا أن أبتغي بما آتاك الله الدار الآخرة لو كان كذلك لكان يجب عليه أن ينفق كل ما آتاه الله أن يبتغي به الدار الآخرة لكن جئ بفي التي تدل على الظرفية فجعل ذلك تبعيضاً وجزءاً على الأقل ابتغي مما آتاك الله من الدنيا ابتغي به الآخرة وهذا هو معنى الظرفية فالمظروف دائماً يصغر من الظرف وما آتاك الله هذا الظرف الكبير والمغروف هو فيما آتاك الله الذي ابتغى فيه في داخله فليس المقصود أن تبتغي بكل ما آتاك الله الدار الآخرة لكن ابتغي بما آتاك الله الدار الآخرة القيمة الثالثة وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وهذه القيمة لا تحضَّيني حدٌّ متجهٌ إلى الدنيا وحدٌّ متجهٌ إلى الآخرة فالحد المتجه للدنيا أن تجعل الدنيا خادمةً لك ولا تجعل نفسك خادمةً للدنيا فكثيرٌ من الناس يجعل نفسه خادمةً للدنيا فتضيق عليه الأرض بما رحوت إذا حصل خللٌ فيها وهي مفطورةٌ على الخلل لا يمكن أن تبقى مستقيمةً أبداً إذا حصل خسرٌ في تجارةٍ أو حصل خللٌ في بضاعةٍ أو ارتفعت الضرائب أو انخفض سعر البضاعة فإنه تضيق عليه الدنيا بما رحوت وسبب ذلك أنه نسي حظه من الدنيا فحظه من الدنيا ينبغي أن يتعلها خادمةً لنفسه وأن لا يتعل نفسه خادماً لها فالذين يرهقون في خدمتها لن يحصلوا منها إلا على ما كتب له وقد أذلوا أنفسهم ويتعبوها في خدمة حياة الدنيا ومن هنا فهذا الجانب المتجه للدنيا لا تنسى نصيبك من الدنيا فاستغل لها والله يحب أن يرى آثار نعمته على عبده إذا آتاك الله منها شيئاً فليظهر عليه واخدم به نفسك وليكن ذلك من الحلال من غير إسراف أما الجانب الثاني أو الحد الثاني المتجه إلى الآخرة هو تذكر أن نصيبك من الدنيا فقط هو ما قدمت وقد صحى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأبنيت أو لبست فأبنيت أو قدمت فأمضيت فما قدمه الإنسان فأمضاه إلى الدار الآخرة وكان صادقاً مخلصاً فيه يجده يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما لم يقدمه ليس ماله وإنما هو مال وارث ولذلك صحى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر وقال إذا مات المعادم صحبه ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله فالعمل هو الرفيق فلذلك لا بد من إتقانه ونصيب الإنسان من الدنيا ما يصحبه منها إذا نظرنا إلى أعيانها وواقعها هو كفنه وحنوطه ولا يصحبه أكثر من ذلك لا يدخل قبره من دنياه ولو طالت وكذرت بأكثر من الكفن والحنوط وهذا شيء يسير حقيقة وهو نصيبه الواقع الذي تزود بإخرج به من الدنيا هذا الذي خرج به إلى الآخرة من الدنيا ما أمضى وقدم لآخرته أو ما صحبه ببدنه وسيكون للدود والغلمة اللحود ولن يكون له أثر عليه هو فشات لا يؤلمها الصرخ بعد الدبح وهو لا يحس بجمال أكفانه ولا بطيب رائحة حنوطه فهذه أمور إنما هي تكرمة للموتى فقط ولكن لا يحسون بها ولا ينتبعون بشيء منها وقد صح عن عبد الرحمن بن عوف وخباب الأردت كلاه ما حصلت له هذه القصة فعبد الرحمن كان من أغنياء الصحابة الكرام وكان صائما يوما فحان وقت الإفطار فلما جلس على المائدة رأى ألوانا من الطعام فبكى بكاءا شديدا فأبكى من حوله فقالوا يا أبا المنذري وما يبكيك قال إنا كنا أهل جاهلية وشر فبعث الله إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق فآمنا وصدقنا فمنا من مات ولم يتعجل من أجله شيئا منهم أخيه مصعب بن عمير قتل يوم وحد وليس له إلا سيفه وبردة عليه إن نحن غطينا بها رأسه بدت رجله وإن نحن غطينا رجله بدأ رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجله من الإذخر فمات ولم يتعجل شيئا من أجره وبقينا وراءهم ففتحت علينا الدنيا أبوابها فنحن نهدوبها فخشينا أن يقال لنا يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها هذا الكلام يوجه لأهلنا يوم القيامة وقد خشي عبد الرحمن معانا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له بالتعيين بالجنة وهو من العشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو من أهل بدرين الذين قال الله فيهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهو من الذين بايعوا تحت الشجرة وقد قال الله فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وهو من السابقين الأولين من المهاجرين الذين قال الله فيهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإخسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالتعين بالصلاح في غزوة تبوكة فقال ما كان لنبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته فكان عبد الرحمن بن عوف هو الوحيد الذي اقتدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية من الصبح لكن مع ذلك لم يكونوا يغترون وكانوا يخافون الله خوفا شديدا كما قال عمر عند موته لعل ذلك على شرط لم يقع فلذلك لا تنسى نصيبك من الدنيا القيمة الثالثة وأحسن كما أحسن الله إليك القيمة الرابعة وأحسن كما أحسن الله إليك هذه قيمة مهمة وهي أن يدرك الإسان أنه مستخلف في ما جعل الله تحت يده من الدنيا فعليه أن يحسن إلى الآخرين كما أحسن الله إليه إذا آتاه الله سيارة تذكر حاله قبل أن ينال السيارة وكيف كان ينتظر ما يركبه على الشارع فليحسن إلى الآخرين الذين ينتظرون كما كان هو ينتظر إذا آتاه الله بيتا فليتذكر حاله من قبل إذا آتاه الله أي نوع من أنواع النعم ليتذكر حاله قبل أن ينال هذه النعمة وليتذكر حال المحرومين الذين لم ينالوا هذا الحظ الذي آتاه الله وبذلك يعلم أن كل ما أوتيه إنما هو امتحان وابتلاء له ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقد قال أحد الحكماء لا تقطع عن عادة الإحسان عن أحد ما دمت تقدره فالإحسان عاداته واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجاته فلذلك قال وأحسن كما أحسن الله إليك هذا الإحسان المطلوب منك إنما هو في مقابل نعمة الله عليك وأهل هذا الزمان يسمون هذا مسؤولية اجتماعية حتى الكفار يعرفون المسؤولية الاجتماعية إذا كان الإحسان يملك شركة في مجتمع فقير فإنه من الواجب أن يضع في ميزانية الشركة منافع توجهه إلى قراء المجتمع سواء تعلقت بالطب أو بالخدمات العامة أو بالتعليم أو بغير ذلك ويسمون هذا مسؤولية اجتماعية فالله سبحانه وتعالى جعل الناس ذلاة أأسا قسم ينتج أكثر من حاجته وقسم ينتج قدر حاجته وقسم لا ينتج قدر حاجته فهم ذلاة القسم الذي لا ينتج قدر حاجته هو عيال على القسم الذي ينتج أكثر من حاجته فإنتاجه ينبغي أن يتعداه وأن ينتفع به غيره فمن لم يصل نفعه إلى غيره لا يمكن أن ينتفعه بما آتاه الله وأحسن كما أحسن الله إليه القيمة الخامسة ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المسدين فابتغاء الفساد في الأرض معناه السعي له والله سبحانه وتعالى أصلح الأرض للناس فجعلها مهاداً وسبلاً وجعل فيها أنواع الأرزاق وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين جعل فيها من الماء ما يكفي لنفقاتهم ومن الهواء ما يكفي لتنفسهم ومن أنواع الأرزاق ما يكفيهم وجعلها بساطاً كفاةً أحياءً وأمواتاً تحمل الأموات على ظهرها وتستر الأموات في بطنها فلذلك على الإنسان أن لا يفسد فيها بعد أن أصلح الله أصلحها الله ولا تفسدوه في الأرض بعد إصلاحها فلذلك لا تبغي الفساد في الأرض والفساد شامل لكل أنواع الفساد أوله فساد الإنسان لعلاقته بالله فالذي يبارز الله بالمعصية قد أفسد في الأرض لأنه أفسد علاقته بربه والذي يعق والديه أفسد العلاقة بينه وبين والديه فهو مفسد في الأرض والذي لا يؤدي حق أهله وأولاده أفسد العلاقة بينه وبين أهله وأولاده وهذا إفساد في الأرض والذي لا يؤدي حق جيرانه أفسد علاقته بجيرانه وهذا إفساد في الأرض والذي لا يكون وفياً بذمته إذا تحمل ديناً لا يقضيه ولا يسدده ويؤديه وهو قادر عليه أفسد سمعته هو فقد صحى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه وفي لغض آخر مطل الغني يظلم يحل عقوبته وعرضه المطل هو اللي عنه وعدم الوفاء بالدين والواجد معناه الغني وفسرت بها في الرواية الأخرى لي الواجد ظلم فهو ظلم لأنه تأخير للحق عن صاحبه يحل عقوبته وعرضه فهو يحل عقوبته لأنه ظالم وظالم أحق أن يحمل عليه وهو يحل عرضه أيضاً فقد أتاح للناس الكلام في عرضه وأن يتكلم فيه أنه غير وفي وأنه غير صادق وأنه مخادع وأنه يكل مال الناس بالباطل وحينئذ يوكل وعرضه يحل عقوبته وعرضه وكذلك الذي يظهر الفواحش في الأرض مفسد فيها لأنه يدعو إلى اتباعه على ذلك فهو يدعو الناس إلى اتباعه في هذه الفواحش والذي يصنع ما لا خير فيه للناس أو يكسر السككة أو يغير منار الأرض مفسد في الأرض كمانها عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل هذا من يغير الماركات التجارية المعروفة التي يشتريها الإنسان فيزور البضاعة فإنه مفسد في الأرض وأشد منه إفساداً الذي يغير التواريخ تاريخ الانتهاء اتهاء البضاعة وبالأخص إذا كانت من الأدوية أو من المواد الغذائية فهذا فسادهم في الأرض لأنه يؤدي إلى انتشار الأمراض ومثل ذلك أيضاً الذي يجور في الحكم ويظلم الناس أو السلطان الذي يعصف ويأخذ الضرائب غير المبررة من الناس أو الذي يتولى على الناس عن كره وهم لا يحبونه فمن أما قوماً ما هم له كارهون لا ترفع صلاته بقرأسه شبراً كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فساد في الأرض ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين إن الله لا يحب المفسدين هذا زجر فالمفسدون لا يحبهم الله جل جلاله ومن لا يحبه الله لا يمكن أن يجح في دين ولا دنيا فهذه القيم الأخلاقية بنيت عليها القيم الاقتصادية فالتصره والمال يكون على هذا الأساس ولذلك أنا دائماً أزعم أن المال له جانبان جانب الصرف وجانب جمعه وأن كل واحد منهما له خمس قواعد فقواعد الصرف هي هذه الخمس التي سمعتهم في قصة الأقماء وقواعد الجمعي هي التي ذكرها عثمار بن عفان رضي الله عنه عندما سئل فقيل له هاجرت مع إخوانك المهاجرين إلى المدينة فقراء فأصبحت أغنى منهم فكيف كان ذلك فقال كنت أعالج وأنمي ولا أزدري ربحاً ولا أشتري شيخاً وأجعل الرأس رأسي كنت أعالج فالتجارة لا بد فيها من الأمل فالأمل هو الذي يدفع الإنسان لافتتاح مشروعات والقيام بمخاطرات ومغامرات لا يدري ما الله صانع فيها كالمزارع الذي يضع بذره في الأرض ولا يدري هل يخرجه الله منها حباً أولاً فلذلك قال كنت أعالج هذه قاعدة مهمة جداً أن يبذل الإنسان جهداً في ترقية مستواه الاقتصادي القاعدة الثانية وأنمي فمن المهم أن لا يتكل الإنسان على ما لديه من المال حتى لو كان غنياً من المهروض أن يسعى لنمائه والنماء وزيادته يسعى لزيادته بأي وجه كانت التنمية ولا أزدري ربحاً من المهم للتاجر أن تتحرك بضاعته فالركود لا خير فيه للتجارة فلذلك لا بد أن ينظر إلى الطرف الآخر وهو المشتري فإذا ضعفت أيدي المشتري كان المال دولة بأيدي الأغنياء فأغلقوا عليه صناديقهم وحينئذ ستتوقف تجارتهم لأن الطاقة الشرائية للمواطن قد ضعفت فلم يكن لهم من يشتري منهم وحينئذ سيضطرون للتنزيل من الأسعار فيخسرون لكن إذا كانوا من البداية يعقذون بمبدأ أربحوا أنا ويربحوا الآخرون والتجار لهم ذلات مبادئ مبدأ أربحوا أنا ويخسروا الآخرون ومبدأ أربحوا أنا ويربحوا الآخرون والمبدأ الثالث هو أخسروا أنا ويربحوا الآخرون فالمبدأ الأخير وهو أخسر وأنا ويربح الآخرون هو مبدأ العمل الخيري لأن المقصود به وجه الله وما يقدم إلى الدار الآخرة ولكن ليس خسارة في الواقع في معناه الحقيقي لأن الله قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وقد صحى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من يوم إلا وملكان ينزلان فيقول واحدهما اللهم أعطي ممفقا خلفا ويقول الآخر وأعطي ممسكا تلفا أما أربح أنا ويخسر الآخرون فهذا هو الاستبداد الذي يؤدي إلى أكل المال بالباطل وإلى أكل الربا وإلى إضاعة أموال الناس وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا أنه قال من أخذ أموال الناس وهو يريد سدادها سدد الله عنه ومن أخذ أموال الناس وهو يريد إضاعتها أضاعه الله فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان على ذمته وأن يكون صادقا بتعامله مع الآخرين والمبدأ الحقيقي هو أربح أنا ويربح الآخرون فلذلك قال عثمان لا أزدري ربحا أي ربح وجده ذوق رأس المال يبيع لأن هذا الذي يحرك السوق وستبقى الطاقة الشرائية قوية فيجد طرفا آخر يتعامل معه وتدور الدورة عدة مرات ولا يزال هو رابحا ويتحقق له مقصوده فلذلك قاله لا أزدري ربحا لا أزدري معناه لا أحتقر ربحا أي أن كان أي ربح وجدته ببقرأس المال أبيع به ولا أشتري شيخا هذه قيمة مهمة وهي أن كل شيء ليس له مستقبل لا يشترى من أجل التجارة فالشيخ في الحيوانات هو الذي طعن في السن ولم يعد له مستقبل ومثله أيضا كل بضاعة أدمر الناس عنها فأصبحت قديمة فهذه ليس لها مستقبل في السوق فلذلك لا يشتريها الإنسان من أجل طلب الربح ولا أشتري شيخا القيمة الأخيرة وأجعل الرأس رأسي التجارة مبنية على المخاطرة لكن إذا أردت أن تخاطر فلا تجعل البيض كله في سلة واحدة فإذا فقدت وانكسرت خسرت كل شيء بل حاول أن يكون لك مشروعان إذا خسر أحدهما ربح لآخر وفيغطي ربح هذا خسارته وهكذا فلهذا قال ويجعل الرأس رأسي فهذه القيم الاقتصادية بناها الله على القيم الخلقية وهذا يقتضي أن هذا الدين بنيان الأمر الثالث من معنى البنيان هو الحرص على استكماله فأي إنسان شرع في بنيان إذا كان بعض جوانبه مهدوما أو غير مبني أصلا لا يستطيع استعماله ولا أن يضع فيه تجارته ولا أن يسكن فيه فلابد أن تحرص على استكمال أركان هذا البنيان فهذا معنى من معاني بني الإسلام لا يمكن أن يسكن أحد منكم في بيت قد كسر أحد جوانبه الأربعة مهدوم فلذلك لا بد أن يحاول المؤمن استكمال أركان الإسلام ما استطاع إلى ذلك سبيلا الأمر الخامس في البنيان أن أمره يأتي بالتدريج فالبنيان يأتي طبقة بعد طبقة ولا يمكن أن يتم فيه دفعة واحدة فذلك بناء الله جل جلاله هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت خلق الرحمن هو الذي لا يقع فيه التفاوت لأن أمره بين الكافي والنوع إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون لكن المخلوق من طبعه وفطرته التفاوت في كل مشاريعه ولهذا يقول الحكماء أول الفكرة آخر العمل إذا أردت إقامة أي مشروع فأول ما ينقلح في ذهنك هو آخر ما تصل ويديه هو الهدف النهائي إذا أردت أن تبني بيتاً فسيرتسم في ذهنك البيت مصبوغاً بالأصباح وفيه الكهرباء والماء والهوات والأنترنت والخدمات كلها وهو كامل وهذا آخر ما تصل إليه ولذلك لا بد من تجزئته إلى أهداف مسيطة كل هدف كبير لا بد من تجزئته إلى أهداف مسيطة لأنه بمذابة البنياء فجزئه لتنجح فيه وليكون عملك قابلاً للقياس حتى تعلم هل أنت تسير في الطريق الصحيح تتريد بناء بيت إجعل ذلك مراحل أول مرحلة امتلاك الأرض فإذا ملكت الأرض من غير تكلفة كبيرة كان ذلك مشجعاً لك للمرحلة الثانية وهي بداية التأسيس ثم المرحلة الثالثة وهي إكمال عظم البنيان ثم بعد ذلك إكمال البنيان ثم بعد ذلك وضع الخدمات فيه ثم بعد ذلك وضع الفراش فيه وهكذا فتكون هذه المراحل أهدافاً وسيطة وكل هدف مسيط هو وسيلة للهدف الذي بعده فإذا عرفنا أن الإسلام مبنى وأنه بناء من الناس من يكونوا مستواهم في الإسلام مستوى الأساس فقط ومنهم من يكونوا مستواه في البنيان مستوى السقف وصل إلى سقف الإسلام ذروة السلام وكل له مقامه ما منا إلا له مقام معلوم لكن جميع اسمه الإسلام فهو مبنى على كل أدواره وطبقاته وسقفه وجدرانه وأبوابه ونوافذه كل ذلك هو هذا البنيان الكبير الذي هو هذا الدين دين الإسلام على خمسنا أي خمس دعائم وهي هنا مؤنثة فهي دعائم لأن العدد حذفت منه التاء وهذا دليل على أنه مؤنث والمقصود بهذه الدعائم ما ذكره صلى الله عليه وسلم من قوله شهادة أن لا إله إلا الله وهي بالجر فتكون بدلا من خمس من الإسلام على خمس شهادة بالبدلية أو بالرفع على أنها خبر مبتدئي محذوف المعنى وهي شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة مصدر والمقصود به أن تشهد أنت أيها المسلم أن لا إله إلا الله وذلك يكون في أربع مرات المرتبة الأولى علمك أن لا إله إلا الله أن تعلم أن هذا الكون ليس فيه من يستحق العبادة إلا الله وليس له خالق إلا الله وليس له مدبر إلا الله فإذا عرفت ذلك وأتيت على هذه الأمور كلها فعرفت أن هذا الكون فيه إله واحد وهو الله جل جلاله وأن من دونه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وأن الله وحده هو الذي يستحق العبادة وأن من دونه لا يستحقها حينئذ تحررت من الأغيار فكنت عبدا لله حقا فهذا العلم هو أول مراتب الشهادة والمرتبة الثانية هي النطق بذلك فمن علم الشهادة ولم يؤدها فكتمها فهو آذم قلبه لأن الله قال ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آذم قلبه فلابد أن تصرح بها فلابد أن تصرح بهذه الشهادة التي أيقنت بها في قلبك ثم بعد ذلك المقام الثالث من مقامات الشهادة هو الالتزام بمقتضياتها أن تلتزم أنت بخاصة نفسك بما تقتضيه هذه الشهادة فها تاني شهادة تاني شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله ولهما سبع مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله لها أربع مقتضيات وشهادة أن محمد رسول الله لها ثلاث مقتضيات فشهادة أن لا إله إلا الله تضياتها الأربع أولها أن لا يعبد إلا الله أن لا يصرف أي شيء من العبادة إلا الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياه ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمت وقوله لا شريك له بيان لأن من صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد أشرك شركا أكبر مخرجا من الملأ ثم بعد ذلك المقتضى الثاني أن لا يصرف شيء من التوكل والدعاء والالتجاء إلا لله جل جلاله فهو وحده القادر على هذا الكون هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أن لا توجه شيئا من حاجتك وافتقارك ولجائك وتوكلك إلا إليه سبحانه وتعالى فقد قال الله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك منذ خبير وقد صرح بأن هذا الدعاء شرك وقالوا يوم القيامة يكفرون بشرككم والمقصود الشرك الأكبر المخرج من الملة هنا فمن وجه شيئا من توكله أو اعتماده إلى غير الله جل جلاله فلم يؤدي مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله هذا المقتضى المقتضى الثالث أن لا يشرع إلا الله فلا يحل ولا يحرم ولا يشرع إلا الله جل جلاله وحده لأنه قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله قال إن الحكم إلا لله قل أغير الله أبتغي حكما فهو وحده الحكم فكل تشريع إليه ولهذا قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فسماهم شركاء وهذا دليل على أن هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة والقسم الرابع أو المقتضى الرابع من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله أن يحب الله حب الإلهية أن يحب كل واحد مننا ربه حب الإلهية وهذا الحب يقتضي أن ينثره على غيره فلا طاعة لمخلوقه في معصية الخالب وهذا ما بينه الله في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقوله هو الذين آمنوا بيان على أن من الناس أي المشركين فهذا دليل على أن هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة لأن مقابل أولئك من هو والذين آمنوا فمقابل ذلك إيمان فهذا دليل على أنه هو كفر لأن الإيمان ضده الكفر فلذلك من أحب غير الله محبة الإلهية فقد أشرك هذا الشرك الأكبر المخرج من الملة أما مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله فأولها أن يصدق في كل ما أخبر به فأنت شهدت أنه رسول الله والله لا يرسل كذابا فما قاله فهو صدق لأن الله صدقه بالمعجزات الظاهرة الباهرة ومصدق الكاذب كاذب والكذب نقص والنقص على الله محار فلا يمكن أن يصدق الله كاذبا لأنه إذا صدق كاذبا فقد كذب والكذب نقص والنقص على الله محار عقلا فضلا عن أنه محال شرعا لأن الله قال ومن أصدق من الله حديثا وقال ومن أصدق من الله قيل فلا أحد أصدق من الله قيل فلذلك يجب الإيمان بالصدق كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء استوعبته عقولنا وفهمته أو لم تستوعبه أو كان مما يأتي في مستقبل الزمان مما يخفى علينا فيجب علنا أن نؤمن بالمسيح الدجال وبالوقت الذي يمضيه في الأرض وبدامته التي هي الجساسة ويجب علنا أن نؤمن بنزول المسيح ابن مريم وبقتله المسيح الدجال ويجب علنا أن نؤمن بخروج يأجوج ومأجوج ويجب علنا أن نؤمن بأحداث آخر الزمان التي حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حديثه وهو لا يمكن أن يكذب فأنت تشهد أنه رسول الله وشهادتك أنه رسول الله تقتضي تصديقه في كل ما أخبر به المقتضى الثاني تصديق طاعته في كل ما أمر به فأنت شهدت أنه رسول الله إليك وقد جاءك من عند الله برسالة ظاهرة بينة باهرة فكيف تخالفه فيما يأمرك به لا يمكن أن يقع ذلك لا بد أن تطيعه في كل ما يأمرك به ولذلك شرط علينا السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسري واليسري وعلى أثارة علينا كما في حديث عبادة بن الصامت على المرء السمع والطاعة هي ما أحب وكره إلا أن تروا كفران بواحد فيجب على الناس السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به سواء رأوا فيه مصلحة أو لم يرواها فيه سواء تعلق بأبدانهم أو بعقولهم أو بأديانهم أو بدنياهم تجيب الطاعة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مين فطاعته من الإيمان بأنه رسول الله ولهذا إذا جاءك أي حديث فعرفت أنه صحيح فليس لك أن تقول حتى أعرف مذهب من هذا لأن معنى هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تفعل هذا وأنت تقول لا حتى أستشير فلانا من فلان هذا الذي تريد أن تعدل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما والله ليوشك أن الله أن يرجمكم بالشهوب من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر فلا يمكن أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد فهو معصوم وليس في هذه الأمة معصوم سواء وهو وحده رسول الله إلى هذه الأمة ولا رسول بعده ولا مغير لشيء مما جاء به بعد نزوله فقد كمل الدين له وأنزل الله فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا فذلك مقتض لأن نأخذ كل ما آتاناك ما أمرنا الله وقد قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه بنته والنابتة المنتشرة اليوم في كثير من أقطار العالم الإسلامي ويسمون أنفسهم بالقرآنيين وهم كاذبون فليسوا قرآنيين لو كانوا قرآنيين لأخذوا ما جاء في السنة فلا يمكن أن يفصل لنا أحد من السنة والقرآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنهم سيأتون وقال ألا هل يشك رجل شبعان متكع على أريكته يتيه الأمر من أمره ما أمرت به ونهيت عنه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلاله استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه والله سبحانه وتعالى عطف الحكمة على الكتاب والعطف يقتضي المغايرة والحكمة هي السنة وقد كثر ذلك بالقرآن كما في قوي الله تعالى لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة آيات الله القرآن والحكمة السنة وفي ذكر إيسى بن مريم يقول الله تعالى ويعلمه الكتاب والحكمة والترات والإنجيل فهنا قال يعلمه الكتاب مقصود بهذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وجاء بلفظ المضارع الذي يدل على الاستقبال معناه أن الله سيعلم عيسى بن مريم القرآن في المستقبل فلم يكن يعلمه قبل نزوله على محمد صلى الله عليه وسلم ويعلمه الكتاب والحكمة أي السنة فيعلمه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يتي مجدداً لملته متبعاً لآثاره كما قال الله تعالى فمن كان على بجنة من ربه ويكذوه شاهد منه من كان على بجنة من ربه هو محمد صلى الله عليه وسلم والبيّنة هي هذا الذي بيّنه الله بكتابه فيها صحف مطحرة فيها كتب قيّمة هذه البيّنة رسولٌ من الله يتلو صحفاً مطحرة فيها كتب قيّمة هذه هي البيّنة على بيّنة من ربه ويتلوه شاهدٌ منه يتلوه أن يتبعه شاهدٌ أي مصدّقٌ وشاهدٌ بصدق رسالته وبصدق كل ما جاء به من عند الله منه أي من أتباعه وهو المسيح المريم عليه السلام فلذلك لابد من الأخذ بكل ما صحّى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والطالب العلمي المنصف له خمس حالات الحالة الأولى أن يجد نصاً صريحاً صحيحاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم مسألة وحينئذ ليس له أن يسأل أحداً ولا أن يؤخر فقد قال الله تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ يُبَادِلُوا إِلَيْهِ وَيَأْخُذُ بِهِ مُطْلَقًا وهذا الذي يكون صاحبه وقافاً عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنص الصريح الصحيح لا مجال لمخالفته الحالة الثانية أن يجد نصاً صحيحاً ولكنه غير متضيح الدلالة لا يعرف معناه أو يخفى عليه بعض دلالته والمرجع حينئذ إلى أهل الأصول الذين يعرفون دلالات الألفاظ ويفسرون بعض النصوص ببعض ويعرفون محاملها فيرجع إلى أهلي لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقالوا لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه لا علمه الذين يستمطونه منه الحالة الثالثة أن يجد نصاً صريحة دلالة ولكن لا يدري هل هو صحيح أم لا وحينئذ عليه أن يسأل أهل الرواية وهم أهل الحديث الذين يعرفون أن هذا الحديث صحيح أو غير صحيح والتقليد في ذلك واجب مطلق وقد قال ابن تيمية رحمه الله ما من أحد إلا وله حظ من الاجتهاد وحظ من التقليد فالمجتهد المطلق أعلم أهل الأرض له حظ من التقليد وهو ما يعرف به الرواة والثقات منهم ويعرف به تواريخ الوفيات ويعرف به اتصال الإسناد ويعرف به الجرح والتعديل كل ذلك بالنقل ليس العقل فيه مجال أن فلانا ثقاً وأن فلانا لقي فلانا لم يرقه هذا لا ينفع فيه اجتهاد مالك ولا الشابعي ولا أحمد ولا أبي حنيف لا بد أن يروه عن شلوخهم فهم مقلدون في ذلك والعامي المطبق الذي لا يعرف شيئاً حظه من الاجتهاد ما يختار به من يستفتيه يدخل على الجماعة فيذهب إلى فلاناً ويستفتيه من الذي قال له استفتي فلاناً من هؤلاء الجميع اجتهاده فهذا حظه من الاجتهاد فإذا لا أحد يخلو من الاجتهاد ولا أحد يخلو من التقليد لكن كل له نصيبه من ذلك فلهذا إذا وجدت نصاً صريحاً واضحة دلالة أو كنت أنت من أهل الدلالة أصلاً ولكن لا تدري هل هو صحيحاً أم لا لابد من الرجوع إلى أهل الحديث وهم الذين يصححون لك هذا الحديث كما قال الشابعي لأحمد قال أنتم الأطباء ونحن الصيادين قال نحن الأطباء وأنتم الصيادين فأهل الاجتهاد والأصول والفقه هم الأطباء الذين يكتبون للناس الوصفات وصفة هذا الدواء هذا الدواء يوصف للمرض الفلان وأهل الحديث هم الذين يقولون هذا الحديث صحيح وغير صحيح فيعتمد عليهم المفتي فيما يفتي به الحالة الرابعة أن يجدنا الصين ظاهرهم التعارض وحينئذ لا بد من الرجوع إلى أهل الأصول لأنهم الذين يعرفون التعادل والترجح فيمكن أن يقولوا هذا من سوخ أو هذا مخصص أو هذا منقول أو هذا فيه اشتراك أو فيه مجاز وهذه هي مقتضيات الألفاظ التي يقع بينها التعارض خمس مقتضيات إما النسخ وإما التخصيص وإما النقل وإما الاشتراك وإما المجاز فيزول التعارض عن اللغة وزوال التعارض عن الألفاظ لأهل العلم فيه وسائل كثيرته مثلاً قد يكون ذلك الاختلاف الزمانين مثل قوله تعالى فَإِذَا نُفِي خَفِ الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَمَئِذِنْ مَلَا يَتَسَاءَلُونَ هذا نص صريح صحيح في نفي التساؤل وفي الآية الأخرى وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ هذا نص صحيح صريح في التساؤل فكيف نجمع بين هذا النصين يقال لا يتساءلون وقت النفخ في الصور ويتساءلون بعد دخول الجنة والنار فبعد الاستقرار في الجنة والنار يأتي التساؤل ووقت النفخ في الصور لا أساب بينهم يمويذين ولا يتساءلون أما إذا دخلوا الجنة فإن الأسابة أرجعوا لأن الله قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرئ بما كسب رهين وهكذا من مسائل الجمع التي يعرفها الأصولي الباهر الصورة الخامسة ألا يجد نص في المسألة لا يجد نص صحيح ولا صريح ولا يجد نصين متعارضين فهو حينئذ بالخيار إذا قلد أي مجتهد من أصحاب المذاهب المتبوعة فهو ناجد إن شاء الله من يدي الله والأصل أن الناس درجات منهم أهل الورع الذين يأخذون بالأشد ومنهم أصحاب الرخص الذين يأخذون بالأخف ومنهم بين ذلك فيحملون التعارض حينئذ على الكراهة فقط ولا يوصلونه إلى التحليم لأنه لم يرد فيه نص إنما هو اجتهاب وهكذا فهذا المقتضى من مقتضيات شهادة أن لا إلى أن محمد رسول الله هو أن يطاع في كل ما أمر به المقتضى الثالث من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما جاء به فأنت شهدت أنه رسول الله إلى هذه الأمة وأنه ليس لها رسول صوى فلا يمكن أن يتقرب إلى الله بشيء إلا ما جاء به هو فمن أين لنا أن نعرف أن هذا يتقرب به إلى الله ما لم يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله يقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني فلا يمكن أن نتقرب إليه إلا بما شرع وما شرع لا سبيل لنا إلى معرفته إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم وكل بواب الأخرى أغلقت ما لنا رسوله سواه فهذه المقتضيات التزامها هو المقام الثالث من مقامات الشهادتين المقام الرابع والأخير من هذه المقامات هو السعي لالتزام الغير بها فمن شهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله آمن بذلك بقلبه ونطق به بلسانه والتزم مقتضياته في خاصة نفسه يجب عليه أيضاً أن يسعى لاتزام الآخرين بذلك فالذي لا يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يعلم الناس ذلك ولا يحرص عليهم ولا يسعى لهدايتهم غاش لهم كالذي يرى الناس يبحثون عن الماء في فلاة من الأرض مضيعة وهم يتجهون إلى غير اتجاه الماء وهو يعرف مكان الماء فلم يدلهم فهو ضامن لمن مات منهم فلذلك يجب على من عرف الحق أن يدعو إليه وأن يرشد إليه وأن يوجه الناس إليه وأن يكون حريصاً على استقامة الناس على منهج الله وأن يردهم إليه واستطاع إلى ذلك سبيلاً فهذه مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومقاماتهما وهتان الشهادتان لا يكون العمل صالحاً إلا إذا جمعهما فأي عمل لا تكون فيه شهادة وأن لا إله إلا الله أولا تكون فيه شهادة أن محمد رسول الله فهو مردود على صاحبي